حقيقة الخارجية الأمريكية والسياسة الأمريكية تعتبر أنها جاءت للعراق بالديمقراطية وحولت العراق إلى بلد متحرر وناهض وغير ذلك من الأفكار التي كانت تبرر فيها احتلال العراق فمن الطبيعي جدا أن تؤكد أنها مع الديمقراطية وأن هذه التظاهرات هي تظاهرات تمثل أجواء ديمقراطية بالنسبة للسياسة الأمريكية ولكن السياسة الأمريكية نفسها أيضا هي التي جاءت بحكومات فاشلة إلى العراق وجاءت بشخصيات فاشلة إلى العراق والآن نحصد نتائج هذا الفشل يعني تريد أمريكا أن تقنعنا أنها مع الشعب العراقي ولا نقول نحن أنها أيضا مع السياسيين بكل تأكيد أنها مع السياسيين الذين جاءت بهم أو التي أعطتهم الفرصة لذلك أنا أعتقد بيان الخارجية الأمريكية هو استعراض عام ضمن السياقات ربما كتب موظف وهذه موجودة أي مظاهرة في العالم تؤيدها وتؤيد حقوق المواطنين وغيرها